السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر رضا البيومي من قناة انجليز اونلاين لو انت في الصفق الثاني الاعدادي فالفيديو ده مهم جدا جدا ليك الفيديو ده بإذن الله هنحل مع بعض أهم أسئلة التشوز اللي جاي على الكلمات وفي الفيديو اللي جاي بإذن الله هحل لك أهم أسئلة التشوز وتصحيل خطأ الخاصة بالجرامر لكن في فيديو النهاردة هنحل بس على الكلمات فقط طيب في خلال الفيديوهين دول الفيديو ده والفيديو اللي جاي بإذن الله التاني تأكد كده مليون في المية ان انت هتجيبه الدرجة النهائية في سؤال التشوز وسؤال تصحيل خطأ ليه بقى يا مستر؟ لان الاسئلة اللي هنحلناه نهاردة شطار هي كل الاسئلة اللي موجودة في كتاب المدرسة الكتابين سواء اللي هو الستودينت بوك أو الورك بوك على السؤالين اللي هو التشوز وتصحيل خطأ كل اللي بقى اللي مطلوب منك ان انت تقعد كده قعدة كويسة وكوبات الشاي كده او نسك فيه وتركز معايا من اول الفيديو والاخر الفيديو عشان كل اسئلة النهاردة مهمة جدا جدا وبتيجي في كل المتحانات هنبدأ كده زي ما قلنا كده بطبعا الاول وقبل اي حاجة باكد عليك بس ضروري تدعمنا باللايك والتعليق والاشتراك كده في قناتنا تفعيل زر الجرس ده لو انت اول مرة شوفنا وباكد عليك ان انا هسيب لك المذكرة الجميلة جدا دي الكتاب بيت بيت لسه منزالها خلال الايام اللي فاتت طبعا دي مذكرة مراجعة نهائية هسيبها لك في اول تعليق اسهل فيديو برضو عشان لو انت عاوز تحملها وتطبعها نشوف يلا اول سؤال معنا يبقى بالتالي ايه اللي بيجي مع كلمة رست هو الفعل مين هاف يبقى لو انت مرهق لما لا تأخذه راحة لو عندك مشكلة في الجهاز الكمبيوتر بتتصل بمين بتتصل بي حد كده اسمه مهندس الكمبيوتر يعني بيجهز الطعام للناس اللي موجودة في الشارع ده مين ده اللي هو ركزوا يا جماعة عشان كل الاسئلة ده والله بتجي في كل الامتحانات فركز او كويس هنا بيقول لي helps to keep people safe in the streets ده مين ده ده مين اللي هو police officer يعني بيتأكد كده ان الناس في امان في الشوارع one of the best يعني واحد من الافضل ايه to be happy is to remember the good things in your life يبقى واحد من الطرق الطرق التي تجعلك واحد من الافضل الطرق يعني اللي تخليك سعيد هو ان انت تتذكر اشياء الكويسة في حياتك وطرق يعني ايه يعني ways لكن roads الاولان دي اللي برضو معناها طرق لا دي الطرق بقى اللي العربات بتمشي عليها I go to the bakers انا بذهب للطابونة with my mother بعد كده بقول هنا we always buy bread in the morning احنا دايما دايما بنشتري الخبز في الصباح يبقى احنا بنروح ايه بشكل يومي ويومي يعني daily I live in a city يعني ايه انا عايش في مدينة but my grandparents ولكن اجداد بقى live in a small a in the country يبقى بيعيشوا فين في قرية صغيرة في الريف village to وبعد كده means to be the first in a game or competition هو ان انت تعني الكلمة انت تحطها دي هنا بتعني انت تكون المركز الاول كده في لعبة او منافسة يبقى انت كده بتكون ايه بتكون فائز ويفوز يعني ايه يعني win the a وبعد كده Egyptian handball team did not did not win the final in 2018 يبقى عاوز يقول هنا اللي فريق مين بقى فريق اللي احنا نقول عليهم ايه senior وسينير يعني كبار لكن junior اللي هو معناه ايه ناشئين teams from africa never won the handball where did come اه طبعا الفرق اللي موجودة في افريقيا يعني بقول لي ما فازوش ابدا بكأس العالم لله handball وبالتالي هنا بنقول عليه ايه بالضبط اللي هو النهائي كأس العالم لله handball اللي هو final اما هنا في number 11 لكن ما انا حطاه هنا بقول لي is a big cupboard هو دولاب كبير where you can put your clothes بتحط فيه الملابس بتاعتك ده تعرف لمين ليه الوردروب دولاب الملابس how often do you وبعد كده dinner طيب يعني كم مرة ايه بقى اه الوجبات بيجي قبلها الفعل make بمعنى يصنع يبقى كم مرة بتصنع فيها وجبة العشاء make dinner اما هنا في 13 بقول هنا is a place المكان هنختاره where people go when they do something wrong هو مكان الناس بتروحه لما بيعملوا حاجة غلط يبقى ده ايه السجن والسجن يعني present people without enough money are يعني الناس اللي ما معهوش فلوس كافية يبقى الناس دي بتكون ايه بتكون poor فقراء my bed is under the window السرير بتاعي تحت واسفل الشباك there are a lot of a on it ايه بقى اللي عليه على الشباك عاوز يقول لي عليه اه هنا طبعا على السرير news ولا information ولا tables يبقى اللي على السرير هيكون ايه الكوشنز اللي هي معناها مخدات او وسائد يبقى هنا it يقصد بها مين يقصد بها الباد السرير نكمل كده i am feeling cold and i am looking وبعد كده drinking some hot coffee يعني بقول لك انا حاسس بالبرد كده وبتطلع الى شرب ايه فنجان او بعض القهوة السخنة وبالتالي هنا يتطلع الى يعني looking forward to عندنا حاجة اسمها look forward to يتطلع الى ودي من الشواز بتاعته احنا متعاودين ان التو بيجي بعدها المصدر لكن دي بقى بيجي بعدها فعل في ing زي ما احنا شايفين كده she is وبعد كده under the tree يبقى عاوز يقول ان هي ايه بيطلطقت selfie وطبعا عارفين الكلمة selfie او picture او photo كل ده بيجي مع الفعلة take يبقى taken بدي اخد selfie كده تحت الشجرة الشخص اللي هنحطه هنا بقول لي هو is a person هو شخص who gives money to help people or places بيتبرع بالمال لمساعدة الناس او الاماكن ده مين ده اه اه ده بنسميه كده الممول اللي هو patron لكن طبعا هنا مش هيكون مريض ولا هيكون هنا المدرب ولا هيكون الجراح ده اللي هو بعد كده هنا في number 19 بيقول لي هنا is a model of a person هو نموذج لانسان او لشخص او an animal او حيوان or a sculpture او تمثال ده ده مين ده 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 الفجر طبعا الفجر ده اللي هو ايه اه تمثال على شكل انسان تحديدا يعني زي مثلا اللي هو بقوليكم مثلا لو عاملين تماثيل في اللي هو التماثيل الاسرية اللي موجودة في المتاحف وكده you can see yourself in يعني بقولك تقدر تشوف نفسك في ايه بقى اكيد في المراية والجملة دي مهمة جدا come and sit on this يعني بقولك تعال كده واعود على دي واعود على ايه بقولي four people can sit on it اربعة يقدر يعود عليها ده دي مين دي اكيد دي الصوفا والصوفا يعني الكنبة I saw Ahmed's father on his انا شفت احمد او والد احمد كده to work this morning عاوز يقول انا شفته في طريقه الى العمل وطريقه يعني لسه حلينها من شوية يعني way on his way on وبعد كده day reem gets up بتاستايكز goes to school and then helps her mother in her shop والساعة بعد كده ممتها في المحل يبقى ده بنقول عليه typical day في اليوم المثالي او النموذجي روبرتا's family home has يعني منزل روبرتا او عائلة روبرتا has ايه به ايه a garden full of flowers and trees يبقى عاوز يقولي ان هو ايه بقى في حضيقة كبيرة مليئة بالظهور والاشجار وكبيرة يعني large my uncle has يعني اها امي لديها او يمتلك in his garden في الحضيقة بتاعته and he uses it to water his plants every evening بيستخدم الحاجة دي عشان يسق النبات بتاعته كل مساء وطبعا دي الحنفية وصنبور يعني tab لكن اللي قبلها دي دي شروط اللزق بعد كده بقولي هنا gives you light بيديك الضوء ده مين ده اللي يديك الضوء ده المصباح والمصباح يعني lamp وقوعة تطلقبتنا بينها وما بين التانية اللي بي فيها silent وبتنطق lamp ومعناها خروف صغير او لحم الخرفان i am a وبعد كده my food stall here because it is the best place in the city دي بقى بعمل ليه في كشك الطعام بتاعي بركنه ويركن يعني يعني park parking ليه عشان عند افضل مكان في المدينة عندما تدعو شخصي الى منزلك he or she is your بيكون ساعتها هو او هي ايه بقى بيكون ساعتها تضيف بتاعك وضيف يعني يعني عندما تذهب في اجازة بتحط الملابس بتاعتك في ايه في حقيبة الصفر وحقيبة الصفر يعني عندما لما يكون الاثنين كده بيتزوجوا يعني بيقيموا حاجة اسمها حفل الزفاف وحفل الزفاف يعني ودن واخد بالك واطلبتنا منها وما بين ويدن اللي معناها ازالة الحشاش الضر the skin of a zebra is يعني جلد الحمار الوحشي بيكون ايه بيكون مقلم او مخطط اللي هي striped striped the a is the area outside a city يعني بقولك هي المنطقة الخارج المدينة where there are farms يوجد بها مزارع and lots of nature وكثير من الطبيعة هكيد they mean دي الكانترسايد اللي هو الريف بعد كده هنا بقولي helps people who are poor sick or don't have a home يعني الحاجة دي بتساعد الناس الفقرة والمرضى واللي ما عندهمش منازل اكيد دي من جامعية الخيرية السؤال اللي معنا بعد كده اللي هو 34 بقولي هنا the a tells the parts of our body what to do ده ايه بقى اللي بيغبر اجزاء جسمنا ماذا تفعل وبيدي الاوامر لكل حاجة في جسمنا ده ده المخ اللي هو brain a natural a is a terrible event هو حدث كده فضيع وسيء جدا such as an earthquake على سبيل المثال ده الزلزال الزلزال ده يعتبر ايه disaster كرسة if you are a of someone you feel pleased with them بتبقى مصرور معاهم كده مصرور بيهم يعني because they are or have done something very good انهم بيكونوا ايه بقى قاموا بعمل شيء ما جاي جدا يبقى ده لما تكون انت فخور بشخص زي مثلا لما الاب يكون فخور بابنه عشان مثلا نطلع الاول عن مدرسة يبقى فخور يعني يعني proud وطبعا بيجي بعدها حرف الجر of اما كده في number 37 بقول هنا helps in a place which sells things ده مين ده بقى اللي بيساعد في مكان بيبيع اشياء يبقى ده بنسميه عامل المحل اللي هو shop worker شادي is deaf يعني الشادي ده أصم but he understands us ولكنه بيفهمنا because we use language بنستخدم معه بقى اللي هو deaf ده بنستخدم معه حاجة اسمها لغة الاشارة اللي هي sign language 39 هنا done ياسر that's great news يبقى احسنت احسنت يعني ايه يعني well done that must be difficult يعني من المؤكد ان هذا صعب صعب but don't ولكن يبقى i am sure things will get better with time يعني متأكد ان الاشياء او الامور هتتحسن مع الوقت يبقى don't يبقى اكيد بيقوله لا تقلق ولا تقلق يعني don't worry congratulations يعني تهنينة او الفا بروك i am so for you يبقى انا سعيد جدا لك سعيد جدا ايه لك يبقى i am so happy for you players score by throwing the ball into a goal in يبقى اللعيبة بتحرز الاهداف عن طريق رامي الكرة في المرمى يبقى دي لعبة ايه اكيد دي لعبة الهاتبول كرة ايه كرة اليد the opposite of attractive is يبقى عكس ومضاد جذاب عكسها حاجة طبعا قبيحة او سيئة يعني ugly the farmer doesn't need to يعني الفلاح لا يحتاج لإيه his goats in the summer المعز بتاعته في الصيف ليبقى as they can find their own food in the mountains حيث انهم يمكنهم ايجاد طعامهم الخاص في الجبال يبقى هو كده ما بيحتاج شي يطعمهم ويطعم يعني feed the a Egyptian handball team won the under 19 world cup final in 2019 يبقى عاوز يقول هنا اللي هو janier اللي هو قلنا فريق الناشئين كلمة دين دون مهمين عندك senior ده فريق كبار janier فريق الناشئين في 46 بقول هنا is an event هو حدث when people try to get a prize الناس فيه بيحول ويحصلوا على جائزة by being the best at something عن طريق تكون أفضل الأفضل في شيء ما يبقى دي ايه دي المنافسة والمسابقة اللي هي competition أما هنا بولي هو بنت أو سيدة اللي هي أنثة وأنثة يعني في ميل طبعا عكسها ميل اللي هو الظكر the Egyptian handball team could use the water from washing to بعد كده plants يبقى احنا بنستخدم ايه بقى عشان بنستخدم الميا من اللي هي خاصة بالغسيل ودي كانت موجودة في اليونت الأخيرة عشان نروي النباتات ويروي يعني water ancient Egyptians المصيري القدماء used استخدموا ايه بقى to help them paint around their eyes عشان تساعدهم في الرسم والتلوين حوالين عنيهم يبقى استخدموا ايه الميريز الميريات بعد كده بقولي هنا هائز four corners يعني به أربع زوايا الحاجة اللي فيها أربع زوايا المربع طبعا والمربع يعني يعني square هو اللي بيكون فيه أربع زوايا لو انت لسه بتتابعنا لحد الوقت من الفيديو بأكد عليك بس ضروري تدعمنا باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا والتفعيل زر الجرس ويعمل شير كده الفيديوهاتنا على الفيسبوك وبأكد عليك كمان ضروري ان انا سايب لك لينك تحميل المذاكرة الجميلة والمفيدة جدا ديت في اول تعليق اسؤل الفيديو وكمان مهم جدا انت بقوا عارفين ان الاسئلة ديت في غاية الاهمية وانت حتى بتحل امتحانات هتلاقي كل اسئلة اللي نشوف ستصحي الخطأ من الاسئلة اللي احنا بنحلها هنا نشوف يلا 53 يعني سياح غالبا بيسافر بالسيارة ده بيعمل ايه بقى ده بيعمل تلوص طبعا اللي هو يعني من المهم ان احنا نحمل كل اجزاء البيئة والبيئة يعني هلا او بعد كده person ودايما تلاقيك كده حاجات مرمية على السرل بتاعها يبقى بالتالي هي بنت ايه فوضوية اللي هي مسي بعد كده بيعمل ايه يبقى ان انت ايه بيقولك ده معنى ان انت بتعطي شيء مفيد لشخص او لجمعية خارية بتحتاجه بتحتاج المساعدة يبقى انت كده بتعمل حاجة اسمها تبرع اللي هو donate donate if someone is يعني بقولك لو شخص ما is a to you you are terrible to you they are terrible to you يعني بيكونوا ايه فضاع جدا اه ناحيتك يبقى هما بكده بيكونوا ايه بقى cruel و cruel يعني قاسي او وحشي التصرف the road الفرق axis the road الفرق axis bridge اللي هو الكبري بقى رود الفرق ده معلق ده is ذا وبعد كده bridge in the world عاوز اقولي ان هو ايه اعرض طبعا معلومة دي لازم انتبع عرفها عن الكبري ان هو اعرض كبري معلق في العالم و اعرض يعني يعني widest please take your يعني من فضلك take your a home do not leave it in the park او عتتركها في الحديقة يبقى خد ايه خد زبالتك معك في البيت اللي هي روش it was raining for days and then there was وبعد كده so people use boats to leave their houses يعني للدرجة دي يعني بقولك ان هيك بتمطر لأيام كتير والناس طبعا هو بقى في ايه عشان كده الناس مستخده بتستخده من القارب عشان يغادروا البيوت بتاعتهم ويرجعوا كده يعني بالتالي كان فيه بقى كان فيه فائضان وفائضان يعني flood لكن طبعا عكس الفائضان اللي هو drought اللي هو الجفاف can you tell me that يعني بقولك ممكن تخبرني ايه off the ticket please يبقى سعر التسكارة وسعر التسكارة يعني price ancient Egyptians made مصير القدماء او الفراعنة صنعائي with clay بالسلصال أو تين from the the night river من نهر النيل يبقى عملوا ايه عملوا اللي هي الاواني بتاعتهم يعني هو شخص سعيد كريم ده ودايما عنده ايه على وجهه عنده ابتسامة وابتسامة يعني smile هلا لسا حنين واحدة شباهها ولي بتترك ويبقى بتسيب كده اللاقع بتاعتها في كل حتة في أرضية الحجرة يبقى هي كده بنت ايه فوضوية يعني طبعا السؤال ممكن يجي بكذا شكل i always انا دايما money to a charity that helps poor children يبقى انا دايما بتبرع بالمال طب يا تبرع بالمال يعني ايه يعني give money worker helps people or animals that need help ده مين بقى اللي هو عامل الجماعية الخيرية يبقى بنقول عليه charity worker بيساعد الناس او الحيوانات اللي تحتاج للمساعدة اسامة the tennis game is Lee because his brother is only four يبقى عاوز يقول لي ان هو يبقى لعبة التنس بسهولة لان اخوه يبقى يبقى بيفوز بيفوز بموراة التنس لان اخوه ليساعدة دربع سنين وبالتالي هو بيقارفك سهو بسهولة يعني بحيوانس امير is carrying the eggs يعني امير بيشايل كده البيض وبعد كده because he doesn't want to drop them عشان هو مش عاوز ايه يسقطو وبالتالي هو شايله بحرص وعناية اللي هي carefully in this photo في هذه الصورة I am lying lazily on that يعني انا نايم بيبقى عاوز يقول لي ان انا نايم بكسل على ايه because it is very hot لان الجو حر جدا يبقى ديبقى نايم على ايه وحر جدا يبقى بالتالي البيتش طبعا الشاطئ this train is going so that it does not it does not arrive late عشان كده المتر او القطر ده مش هيصل متأخر وبالتالي هو ماشي بايه ماشي بسرعة اللي هي fast اما هنا في 71 بقول هنا did you live when you were a child يبقى عاوز يقول هنا ايه اين كنت تعيش صح كده عندما كنت ايه طفلا وبالتالي هستعدم ايه where لكن كلمات الاسهاب التانية ما تنفعش خالص بالسؤال ده my clothes were clean and dry يعني الملابس بتاعتي يعني كانت نظيفة وجافة so i put them all عشان كده انا حطتهم كلهم في اماكنها طبعا عندنا فعلي كده اسمه يضع شيء في مكان وصحيح اسمه put away they gave the footballer يعني اعطوا لاعب كرة القدم a وبعد كده test to check his health عملوله ايه بقى عملوله كده اختبار عشوائي عشان يفحصوا صحته وطبعا عشوائي يعني ايه يعني random we all remember my grandfathers كلنا متذكرين my grandfathers ايه he always helps us when we wear children يبقى كلنا متذكرين الطيبة والعطف بتاع الجد والطيبة والعطف يعني kindness this book is وبعد كده you should read it يعني بقولي الكتاب ده ايه يجب ان انت تكرقه يبقى الكتاب ده ايه اكيد الكتاب ده رائع لو هو fantastic لكن لو هو مش كويسة مش هقولك يكرقه يعني امال يعني بتجد امال كده من السهل ايه جدا لانها ودودة جدا وعندنا حاجة بمعنى يكون صدقات يعني make friends لانها طبعا ودودة فالناس كلها بتحب تصاحب عليها Adam knew everyone in the village ادم عارف كل واحد في القرية so he was surprised when he او بعد كده walked into his shop يبقى كان متفاجئ ومندهش لما ايه دخل المحل بتاعه لما شخص غريب دخل المحل بتاعه وبالتالي غريب يعني ايه يعني stranger 78 هنا بيقول لي الحاجة اللي احنا نحطها هنا is a small area منطقة صغيرة and the people who live in it والناس اللي عايشين جواها يبقى ده المجتمع ومجتمع يعني community the heart بعد كده blood around the body the heart بقى القلب بيعمل ايه في الدم في انحاء الجسم ده بيضخ ويضخ يعني ايه يعني pumps طبعا السؤال ده ممكن يجي لك بشكل تاني حط لك هو كلمة pumps ويشي اللي هو كلمة heart ويجيبها اللي مع اعضاء الجسم ويتبقى عارف انت تختار heart القلب you can catch a plane from بيطلحك بالطائرة منين بيتركب الطائرة منين من الairport المطار اما هنا street a help to keep our cities clean بيساعدوا كده في الحفاظ على نظافة مدينتنا والمدن بتاعتنا ده اللي هم عمال النظافة اللي احنا بيقول عليهم street cleaners ونظف الشواء i think rubbish a can be heroes اعتقد ربش ايه يبقى rubbish collectors اللي هم جامع القمامة اعتقد ان هم ايه ابطال last year العام الماضي i visited karnak with my family زرت معبد الكارنك كده مع عائلتي we saw that وبعد كده temples يبقى شوفنا الايه المعابدة القديمة والاثرية اللي هي ancient there was no rain for four months this winter ما كانش في مطر لمدة أربع شهور هزا الشتاء so now there is a لذلك بقى دلوقتي في حاجة اسمها جفاف اللي هو drought يبقى لك مفيش مطر يبقى drought كان في مطر كدير يبقى flood فيضان 85 speaks to people on the phone بيكلم الناس في التليفون he or she helps them with their problems وبتساعدهم في حل مشاكلهم ده ده بقى ساعتها بنقول عليه ال call center worker اللي هو عامل الاتصالات please من فضلك sure that you write your emails carefully طبعا عندنا حاجة اسمها sure بقبلها فعل make بمعنى يتأكد make sure you can give money تقدر تتبرع بالمال to بعد كده to help poor people هتتبرع بالمال اللي مين للشاعة الجماعية الخيرية عشان تساعد الناس الفقراء the وبعد كده take in air بتستنشق الهواء and help us to breathe وكمان بتساعدنا في التنفس في التنفس ده مين دي بقى ده دي اللانس اللي هي الرأتين 89 what وبعد كده هنا acts of kindness should you do next weekend أو next week الأسبوع اللي جاي طبعا عندنا مصطلح كده مهم جدا اسمه random acts of kindness اللي هو معناه أعمال اللطف والعطف العشوائية samir helps to clean peaches يعني سامير ده بيساعد في تنظيف الشواطئ and وبعد كده ربش وبيعمل في الزبالة أكيد بيلتقطها ويلتقط القمامة أو يجمحها يعني people donate money to the charity and they help to بعد كده the animals يبقى بيتبرعوا بالمال الجامعة الخيرية وبيساعدوا في إيبقى في إطعام الحيوانات اللي هي feed feed the animals we should clean the river because it's very يعني يجب أن إحنا ننظفش النهر لأنه very ملوث جداً يعني polluted the Egyptians opened the sewers in 1869 يعني المصريين افتتحوا قناة السويس وكانا يعني يعني canal I love going to يعني أنا بحب الذهاب لإيه places such as museums and ancient ruins زي بقول المتاحف وال هي الأطلال التاريخية اللي هي بقايا المبني يعني اللي هي طبعاً بنقول عليها أماكن تاريخية اللي احنا نقول عليها historic places وردة is good at mass وردة جيدة في مدة الرياضي and she's good at english وكمان جيدة في الانجليز أيضاً اللي هي to we went to my cousin's house this morning but nobody was يعني زهبنا لمنزل ابن عمي أو ولاد عمي يعني ويقول هنا ولكن لا أحد كان هناك but nobody was there يعني تقدر تشاهد اللي هي مباراة كرة أو المباراة الرياضية تحديداً في الستيديم الستاد أما هنا بقول لي we need a computer engineer to بعد كده our computer because it doesn't work يبقى احنا محتاجينه ليه مهندس الكمبيوتر عشان يصلح ويصلح يعني repair طبعا عندك حاجة تانية بمعنى repair اللي هو يصلح اللي هي fix we mend فاطمة is so she cannot hear يبقى فاطمة ايه عشان كده هي مش هتقدر تسمعك وبالتالي هي ايه يعني أصن حسن forgot to bring any food for the picnic نس يجيب اي اكل معه حسن ليه النزه والفصحة but he can وبعد كده our food وبالتالي هو يقدر يشارك الطعم بتاعنا أو يشارك أو يتقاسم يعني share روبرتا فيلز روبرتا هنا بتشعر بي when some men take their father from their home لما جوم رجالة كده وخدوا باباهم من البيت بتاعهم she doesn't know where he is going or why ما كانتش عارفة هو رايح فين ولا ليه يبالتالي حسن بإحساس فضيع اللي احنا قول عليه terrible يعني very bad روبرتا's new house isn't that a country near a real way طبعا المنزل بتاع روبرتا الجديد كان فيه الريف بالقرب من خط السكة الحديد اللي احنا قول عليه railway line أما هنا الشخص اللي نحطه هنا ده knows how to look inside the body to help people who are ill بيعرف ازاي ينظر داخل الجسم ويساعد الناس المريضة ده القراح اللي احنا قول عليه surgeon the meat into small pieces before you cook it يبقى بيقولك اعمل ليه في اللحمة الى قطعة صغيرة يبقى اكيد اطح الحتة صغيرة قبل تطبخها ويقطع يعني cut when his mother is a or an at the hospital they don't pay hair for hair work ما بيدفع لهاش فلوس مقابل عمل بتاحها يبقى هي متطوعة في المستشفى اللي هي volunteer dirty water يعني المية المتسخة والغير نظيفة ديت من النهر تقدر انها تعمل يبقى you if you drink it هتسبب لك ايه لو انت شربتها يبقى تعمل لك عدوى هتعديك we infect يعني يعدي ولكن العدوى اسمها infection you can only open this door in a or an such as a fire يعني تقدر تفتح الباب ده بس في حالات ايه زي الحريق وبالتالي حالات الطوارئ اللي هي emergency my grandmother was born in 1955 يعني جدتي اتولدت في 1955 جميل and my اتولدت في 1930 يبقى اللي هي اكبر من نفس السن بقى يبقى بالتالي بقولنا عليها ايه بقى بنقولنا عليها great grandmother great grandmother يعني الجدة الكبيرة او اللي هو ام جدتي يعني i don't think i وبعد كده the answer to this question يعني بقولك انا لا اعتقد ان انا اعرف الاجابة هذا السؤال ويعرف يعني no اما هنا بقول لي alice uncle works for a big oil عام علي ده يعمل لصالح ايه بقى بترول كبيرة in the united arab emirates وبالتالي شركة يعني company كلها بعضها عندنا في المنهج oil company شركة بترول it will rain tomorrow but i am not sure ولكن مش متأكد وبالتالي هي احتمال تمطر بكرة واحتمال يعني ايه يعني maybe بي اما هنا باب بقول لك i help to look يعني بساعد في look my little sister when when my grandparents or when my parents are busy لما يكون والدي والدتي ايه مشغولين يبقى بالتالي بساعد في الاعتناء باختي والاعتناء يعني ايه يعني look after يعني منزل روبرتا او عائلة روبرتا في المدينة كبير and وبعد يبقى بقول لك i like going there انا بحب الزاب هناك يبقى بالتالي هو منزل ايه جذاب اللي هو attractive لكن لو مش جذاب ما كنتش احب اروح هناك the opposite of terrible is عكس ومضاد كلمة فضيع عكسها good اكيد the bin is full يعني سلة القمامة ممتلئة please can you take وبعد كذا ربش عندنا حاجة ما هي التخلص من القمامة ليا take out ربش in a school students to play games in في المدرسة الولاد والطلاب بيلعبوا بيلعبوا الألعاب في play ground الملعب بعد كده هنا بقول لي is the daughter of a king or queen هي ابنة الملك أو الملكة ده طبعا اللي احنا بنقول عليها ايه princess لأميرة بعد كده انا بقول لي is a pot used for holding flowers بتستخدم في مسكل الورود طبعا بنحط الورد في بنحطه في الفاز اما هنا بقول لي is a person who can show you around the place يعني هو الشخص اللي بي يوريك المكان يعني وكده او انحاء المكان ده طبعا المرشد اللي هو الجايد بعد كده انا بقول لي is an entrance to another place الجملة ده مهمة ده ده بقول لي ان هو مدخل لمكان اخر اللي هو الارت لمعنى القوس او الانطار يعني ما في السمك كتير بقى بيعيش يعني كده في النهر ليه لان النهر اصبح ملوث جدا اللي هو bloated وبعد كده هنا بقول لي شي هي بتساعد او ساعدت في ايه بقى poor children in egypt from 1922 1969 يبقى الاعتناء بالاطفال الفقراء واعتناء عندنا يعني look after my sister is a happy person who always has وبعد كده on her face يبقى اخت دي شخص سعيد دايما عندها او تمتلك ابتسامة سوري ابتسامة على وجهها اللي هي smile اما بعد كده بقول لي when there is too much smoke from factors it causes air لما بيكون في دخان كتير من المصانع ده بيسبب حاجة اسمها air pollution تلوس الهواء when there is not enough rain لما بقول لك هنا ما بيكونش في عندما لا يكون في مطر كافي there is often a or an بيكون في ايه بيكون في drought فيضان when the planet gets warmer يعني الكوكب لما بيبقى اقصر حرا يعني او بيدفع اكتر it is cold وبعد كده تب بيسمى حاجة اسمها او بيسمى بيت تغير المناخ اللي هو climate change we pray at او طبعا بنصلي فين بنصلي في الموسك المسجد a or an has very strong walls يعني به او تمتلك جدران قوية اكيد القلعة اللي هي castle when ice is heated عندما يتم تسخين التلج بيحصل في ايه بيسيح ويزوب وينصار يعني melts a kind old man helps roberta's father to leave يعني رجل كده عجوز وطيب ساعد ابو roberta ان هو يغادر الايباء and the family are happy to be together again والعيلة بقت سعيدة ان هما بقوا مع بعض في الاخر كده مرة تانية ويغادر طبعا السجن اللي هو prison we have a house with a wide عندنا ملزل با wide ايه a wide entrance يعني a wide entrance يعني بمدخل كبير او عريض we can see place اذا بنشوف المسرحيات فين بنشوفها في theater المسرح we do the same thing every day احنا بنعمل نفس الاشياء كل يوم نفس الشيء بنعمله كل يوم when we we're on holiday لما يكون في اجهزة because my family like to have a لان اعيلتي بتحب يكون عندها حاجة اسمها routine اللي هو النظام اليومي can you my mother for me because my phone is not working يبقى ممكن ايه ممكن ترسل امي ليه عشان ما التليفون بتاعه مش موجود معايا ويرسل يعني يعني تلعب كرة هنا or you might وإلا احتمال تعمل ايه بقى في الكار احتمال تدمرها ويدمر يعني damage اما هنا بقول لي is very important to ايجرد حاجة اللي نحطها هنا مهمة جدا لمصر اكيد يقصد السياحة والسياحة يعني tourism tourist boat wonderful السياح اشتروا ايه رائع from the market من السوق طبعا اشتروا ايه اشتروا طبعا هنا السفنيرز اللي هي هداية السكرية لكن مش هاشتروا سفن ولا طائرات ولا اوتوبسات I always give money to انا دايما بتبرع المال ايه that helps poor children اللي بتساعد الاطفال البخرة اكيد الجامعية الخيرية يعني ابن عام لينة دا موجود في المستشفى دلوقتي وعنده ايه في العين وعنده عدوة في العين اللي هي infection these balls are made of يعني السلاطين ديت مصنوعة منين اكيد مصنع من الكلي زي ما كانوا بصنعوها الفرعنة اللي هو السلصال او الطين bees اللي هو النحل and ants وي كمان النمل are important are important and insects حشرات مهمة بعد كده هنا بيقول لنا is something people wear to cover or protect their face ده حاجة كده الناس بتلبسها عشان تغطي وتحمي وشها اكيد ده يقصد به الماسك او الماسك اللي هو القناع is an area of very dry land منطقة من اليابس طبعا والارض بتاعتها بتكون جافة اكيد the desert الصحراء لكن اوع طلبت ما بينها ما بين التانية دي اللي هي desert حلوة هنا بقول لي is a boy or girl هو ولد او بنت aged 13 to 19 عمره وياب له من العمر كان من 12 19 اكيد ساعة تمشور رقم ده هو اختار على طول كلمة ايه اللي هو المراهق بيكون عمره من 13 ل 19 اما هنا مين بقى اللي وظيفته انه هو does experiments بيجري تجارب study and find out about how things work اول ما تشوف بس الجزء ده كده بيعمل تجارب يبقى ده من العالم اللي هو scientist this family do not have much money العلا دي ما معاش فلس كدير and now they are وبدلوقت اصبحوا ايه اصبحوا فقراء poor your father can والدك كان ايه the car on this road it's very quiet يعني هادئ يبقى والدك يبقى يقدر يركن السيارة في الشارع ده لانش الطريق ده ايه طريق هادي ويركن يعني park has to put hair toys عندنا قلنا حاجة اسمها يضع شيء في المكان اسمها put away put away another and his brother have to بعد كده ready for school الفعل اللي بيجي مع كلمة ready ويدي معنا يستعد او يجهز اه بالضبط كده هو get get ready this chemical house المواد الكيميائية دي تساعد to keep بساعد في بقائبة او اللي هو الطرد يعني ابعاد او طرد الموسكيتوز اللي هو البعود اما هنا في number 152 are pieces of money made of metal يعني هي قطع من المال والنقود مصنوعة من المعدن اكيد يقصب بها الcoins اللي معناها عملة او عملات معدنية the black and white around this window are beautiful ايه بقى اللي لونه ابيض ويسود حوالين الشباك يبقى يقصد كده التصميمات وتصميمات يعني يعني designs شكلها جميل جدا adam fill off his bike adam هنا سقط من على العجلة بتاعته and had a big on his arm وحصل ايه بقى كبير كده في دراعه حصل جرح وجرح يعني cut لما وقع ايدي تعورت او دراع تعور لكن مش هيبقى عنده infection هنا عدوى i put وبعد كده books يصر داي يعني انا اشتريت ايه بقى كتب انبارع طبعا هنا عاوز هنا يجيب حاجة تمنفع مع الاسم الجمع اللي هو number two طبعا عشان اقول i put two books هنشتريت ايه كتابين بالامس means very old الحاجة اللي انت تحطها هنا دي معناها حاجة قديمة جدا اللي هي ancient طبعا عكس ancient modern او new what is the name of a charity which you would like to بعد كده money too يبقى طبعا هنا اللي بيجي مع money هو الفعل donate اسم الجمع الخير اللي انت تحب انت تبرع لها بالمال ده من اللي بياخدك كده لقمة واعلى المبنى كده بدون ما تستخدم السلالم يقصد هنا الاسنصير اللي هو lift اما هنا بيقول لي is what you can see from the top of something هو الحاجة اللي بتقدر تشوفها من مكان مرتفع او من اعلى الشيء ده طبعا المنظر الطبيعي اللي احنا قول عليه view bikes are وبعد كده form of transport because they use no fuel يبقى الدرجات هو من الاشكال النظيفة والصديقة للبيئة اللي هي green green form of transport ليه لانها مش بتستخدم اي وقود خالص the hotel is now working with a charity that helps the coral طبعا عرفين كلمة coral بيجي معها reefs بمعنى الشعاب المرجنية فالفندق بيعمل دلوقتي مع الجمعة الخارية بتساعد في الحفاظ على الشعاب المرجنية the east hotel الفندق الشرقي is very new جديد جدا يبا يقصد الطاقة النظيفة فقط والنظيفة يعني يعني green طبعا عرفت منين الطاقة نظيفة من الشمس والرياح طبعا at the moment في هذه اللحظة a lot of rubbish is burned كتير او من الزبالة بتحرك and this can lead to change وده ممكن يؤدي الى تغير المناخ نحن قول عليه climate change global recycling day is an important in march يبقى بالتالي هو حدث حدث مهم في شهر مارس وده طبعا السهل موجود في آخر الوحدة الستة يعني عادة بيكون من السهل انت يبقى with people in other countries if you speak english يبقى من السهل انت تتواصل مع الناس اللي communicate من دول ثانيا ده في حالة انت تكون بتتكلم لغة انجليزية my little brother is very اخوي الصغير is very ايه انا وصفه هنا بصفة بعد كده بقول he always wants to stay at home and watch tv يحب بس ده يقعد في البيت وتفرج على التلفزيون يبقى كده كسول lazy z the nurse works on that بعد كده four children يبقى بتشتغل فين بتشتغل فيه اللي هو بنقول عليه عمبر للاطفال في المستشفى وعمبر يعني يعني word لكن طبعا التاني دي word يعني كلمة this is a photo of my parents يعني دي صورة لي my parents ايه بقى لحفل زفاف والد والدي اللي هو بنقول عليه wedding لكن الاخيرة دي زي ما قلنا من فترة كده في الفيديو قلنا wedding يعني ازالية الحشاش الضرة اما هنا باب يقول لي الشخص اللي نحط هنا teaches people how to play or improve a sport بيعلم الناس ازاي لعبوا رياضة او يحسنوها ده المدرب الرياضي ونعلي sports coach we need more rain احنا محتاجين لي more rain مطر كتير او مزيد من الامطار or there might be وإلا هيحصل ايه جفاف اللي هو drought which of these towns يعني ايه من الاتنين او من هذه المدن is a on the north west coast of Egypt التي عاوز بقول التي تقع على الساحل الغربي الشمالي لمصر وطبعا يقع جغرافيا يعني located بعد كده يبقى اكيد هنا يقصد الكورا الشعب المرجانية بيتم تدبنها من قبل المراكب بعد كده هنا بيقول لي is not a complete building جملة دي مهمة بيقول لك المبنى غير مكتمل البناء ده طبعا اللي احنا بيقول عليها ايه روان اللي هو بقايا المبنى you might see يعني ربما ترى ايه in a museum اللي بتشوفه ممكن في المتحف بيشوف طبعا تمثال او التمثيل اللي هي statue there are more than two thousand in the museum في اكتر من الفين ايه في المتحف يقصد هنا الابجيكس اللي هي معناك قطع عسرية اما هنا باب بيقول لي a or an is something serious or dangerous that you need to do something about هي حاجة خطيرة كده بتبقى محتاج تعمل شيء بشأنها يبقى دي حالة الطوارئ اللي هي emergency بعد كده هنا بيقول we have a in the bathroom عندنا ايه في الحمام عندنا حاجة اسمها الbed ولا الروين ولا تيمبل ليه بقى عندنا mirror mirror الوحيدة اللي تنفع تبقى في الحمام هنا وبكده نكون خلصنا وحللنا على بعض كل الاسئلة عبارة عن 177 سؤال في او على الكلمات طبعا تأكد لا يمكن لا يمكن يخرج عنها اي سؤال في سؤال على الكلمات تحديدا زي ما انت يا شاب بقى البارت التاني اللي هنقدمه لك بإذن الله وقدمه لك في الفيديو اللي جاي بيكون طبعا على grammar هيكون الاسئلة بتاعته في صورة ايه اختياري وتصحيخ خطأ ده بإذن الله هنخله لك في فيديو لوحده اتمنى بقى منك كده لو استفدت من فيديو النهاردة وعجبك تدعمنا باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس وعمل شير كتير لفيديوهاتنا على الفيسبوك كمان ضروري جدا انت بقى فاهم وعارف وفاكر كده ان انا سايب لك لنك تحميل المذكرة الممتازة جدا ديت في اول تعليق اسفل الفيديو واشترككم بداية وعاخره بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترككم بداية